وحول الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أكد وزير الزراعة وستصلاح الأراضي السيد القصير أن مصر أصبح لديها فائد من بعض المحاصيل الزراعية ويتم تصديره للخارج وأوضح وزير الزراعة أن الصادرات الصناعية الزراعية حققت أعلى معدلات التنافسية العالمية عندنا مبدأ اقتصاد بيقول عندما تكون الموارد محدودة لابد أن يكون هناك كفاءة في التخصيص وبالتالي الدولة المصرية عندما تلجأ إلى كفاءة تخصيص الموارد سواء الأرض أو المياه والخلافه وبالتالي بنلجأ إلى تخصيص الموارد بما يحقق تعظيم كفاءة الاستخدام وكفاءة العائد الاقتصادي من وحدة الأرض والمياه وبالتالي بنلجأ إلى هذه الموضوعات عشان نعظم الناتج ويمكن بنحدد التركيب المحصولية ونحدد السياسة الزراعية على ضوء هذا الأساس احنا يمكن الحمد لله بفضل دعم القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء وتوجهاته ومتابعته الدائمة لمشروع للقطاع الزراعي يمكن احنا الحمد لله أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من عدد كبير من المحاصيل عندنا الخضر عندنا الفكهة عندنا الدواجن عندنا البيض عندنا الألبان عندنا الرز كل دي محاصيل حققنا منها فائد وكمان بنصدر ترجمة نانسي قنقر